تمراراً لجهودها المتوصلة في تعزيز ثقافة التمييز بالرأي والإبداع في الحوار لدجيل الشباب أقامت إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التمييز والإبداع البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية للعام 2022 على مستوى المحافظات في مدرسة أبناء الشهداء بدمشق بالنسبة للمناظرات طبعاً فيها عم يكون الجمل الجدلية متنوعة يعني ما عم تكون بمجال محدد واحد فيه جمل بالناحية الاقتصادية بالناحية السياسية جمل متنوعة جمل مجتمعية ثقافية مختلفة وعم تكون كمان الفرق كمان من شريحة متنوعة وواسعة يعني كمان المدارس اليوم عندنا نسبة من مدارس المتفوقين نسبة من مدارس خاصة نسبة من جمعيات من منارات ففيه كمان شريحة جداً واسعة مختلفة بداية كانت سنة أول سنة للناحنا كتدريب وأول سنة كفريق مدرسة بخوضة بشكل رسمي يعني كانت سابقاً عبارة عن مبادرات شخصية من قبل المدرسة حالياً مع تنظيم ومركز الهيئة والإبداع بالتعاون طبعاً معهم ومع مدارس المتفوقين السنة كانت بشكل منظم أكثر وبشكل فعال أكثر ضمن هذه السنة البطولة يشارك فيها 72 فريقاً مدرسياً يمثلون المدارس العامة والخاصة والمتفوقين والمنارات والمركز الوطني للمتميزين وجمعيات ومؤسسات أخرى بلشنا بالمناظرة من أول السنة كنا عم نتدرب وكانت تجربة كتير حلوة استمتعنا فيها من الهيئة ندعمنا وكانت في تدريب من المدرسة ومن المدرسين دعم إلنا كتير وكان المدرسة إلى الفضل الأول اللي وصلنا لهون كانت أول سنة إلنا أنا جولي أبو فرح من سعنوية المتفوقين صفحة عشر قدرنا نوصل لهم بفضل كوتش مجدولين وبفضل تدريب المديرة ودعم إلنا والدورات اللي عملو لنا إياها لحتوصلنا لهذه المرحلة وكانت تجربة كتير حلوة وإن شاء الله بنعيدها جينا نحن حتى الناظر ونتسلى مع أصدقائنا ونتعرف على ناس تانين وأهم شي طبعا أنه نتعلم خبرات من المناظرة وهيكي هلأ أول لابة كانت إلنا مبارح طبعا كتير استفدنا وكتير حضرنا وكتير طبنا صح أنه كانت النتيجة يخسرنا بس أنه نحن تعلمنا من أغلاطنا وتعرفنا على الفريق الثاني وتعرفنا أنه من خبراتهم وهي الأشياء وأكيد نحن نتمنى أنه نفوز بس نحن نحن بزول كل جهدنا والنتيجة أنه هي بتبين لنا أنه إدراتنا عم نحضر نحن حاليا عن جملي لربط الدعم للفلاحين باستخدام أساليب صديقة للبيئة هيك جملي بتواهب تحاكي الواقع الزراعي بسوريا مثلا أو بالعالم ونحن قدش بحاجة لإستخدام أساليب صديقة بالبيئة لتحقيق تنمي المستدامي لقدام فالنقاش بهيك موضوع رح يكون له فايد كثير كبيري أنه على الانتاج الزراعي بالبلد أو حاول الآلم بشكل عام المناظرات والمدرسية تسهم في بناء مجتمع يمتاز بحواره الحضاري الواعي والهادف والبناء ترجمة نانسي قنقر